شكرا يا أستاذ حازم معنا أستاذ مصطفى السلام عليكم عليكم السلام دكتور محمد اعلن بحضرتك اتفضل اعلن بحضرتك حضرتك انا والدي متوسطي بقلو تسعة سنين ربنا يا رحمه رب وعايش انا والدتي مع بعض تمام انا رفض فكرة الجواز عشان خاطر والدتي ودائما انا والدتي في خناه بسبب الموضوع دوت انا مش حابب ان انا تتبهى تعيش لوحديها عندك كم سنة يا أستاذ مصطفى اه اربعة وعشرين اربعة وعشرين تمام حاضر هو يا أستاذ مصطفى اولا هي دائما كل شيء يدخلنا نوية والدك متوفى وليس متوفي تمام المتوفي هو الله وربنا سبحانه وتعالى حي قيوم لا يموت فوالدك متوفى ودي نصيحة للناس يا جماعة اقولوا كده متوفى ولا تقولوا متوفي المتوفي هو الله الله يتوفى الانفس حين موتها ثانيا عندك اربعة وعشرين سنة بسم الله ما شاء الله اتجاوز يا ابني وممكن تجد فتاة طيبة صالحة تقيم مع والدتك وترعاك وترعى والدتك ودي مسألة مهمة ولو انك رغبت في ان تكمل حياتك هكذا خدمة لامك بسم الله ما شاء الله فانت تبحث عن باب كبير من ابواب الجنة وان شاء الله يكون برك بوالدتك في موازين حسناتك ان شاء الله دنيا واخرة طيب احنا تربنا على مقولة يعني او الجواز انك بتكمن نص دينك تمام تمام ففكرة اللي انا النهاردة عشان اخدم امي واتأحرم نفسي من فكرة الزواج المعادلة دكتور فيها لا انا قلت وايه دكتور محمد الاولى به ان يبحث عن فتاة تسكن معه وترعى والدته تماما ده الاولى لكن لا ان لم يجد او هو لديه رغبة يكمل الحياة خدمة لوالدته لا ننكر عليه ذلك نس مم يحافظ على دينه وعلى خلقه ولا ينجرف الى الحرام اشتركوا في القناة